مرحب بحضراتكم الجديد دكتور أحمد علي اللي أنت محب للنادي الأهلي دايماً بتقدم مساندة ودعمه بتذكر الفرق وبتتكلم بشكل عام في قناة النادي الأهلي عن نقاط القوة والضعف دي حاجة أنت تشكر عليه الله يا كتماك ده النادي الأهلي بالنسبة لي ده اسلوب حياة يعني النادي الأهلي حاجة بالنسبة لي حياة يعني طيب في البداية أنت رصدت في مبارات النادي الأهلي وبعض النقاط بعض النقاط فأداء على سبيل المثال عمر السلائي طبعاً الصناية الارتكاز اللي هي عشور والسلائي عملين عملوا مباراة هيلة يعني بصراحة من أفضل الاتنين لازم يكونوا في منتخب مصر سواء عشور أو السلائي بالنسبة للسلائي تحديداً يمكن الجمهور ما يحسش بدوره قوي لكن هو بيقوم بدور مهم جداً 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 حتى في مباراة دورة أبطال أفريقيا وهو كسب الكرة التانية يعني أي الكرة التانية؟ ده اللي هنشوف بالفيديو دلوقتي إزاي يعني إيه لعب وسط بيكسب الكرة التانية ممكن المشاهد ما يكونوا ما يكونش فاهم الكرة مثلاً يعني مثلاً محد لعب من وراء ربيعة لعب تمرير طولي الكرة ارتدت مين اللي هيكسب الكرة من وراء؟ السكند بول السكند بول مين اللي هيكسبها؟ لو ما فيش لعب يكسبها يبقى عندك فجوة هيبقى عندك فجوة ده برضو موجود على فكرة في الناد المصري فريد شاوي بيعملها في شكل كويس جداً بشكل مميز كمان عمر السلائة في الناد الأهلي بيعملها بشكل مميز جداً ممكن لو شفنا الفيديو الأولاني معنا لعمر السلائة تحديداً هتلاقي يعني ليه بعض الأدوار الناس ما تحسش بيها حتى برضو في الهدف التاني هنشرحه برضو في الأدي أول قطع معنا دي مثلاً بص حداك الكرة ميتة خالص محمود عزت بيطفش الكرة إليشت منه بص بقى عمر السلائة جاي منين؟ عمر السلائة جاي جاي ضغط 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 هاي إيه؟ لولا ضغطه ده اللعب ما كانش عمل الكرة كده اتحولت من بناء هجمة لسموحة لضربة ركنية للنادي الأهلي ده بسبب إيه؟ بسبب أن عمر السلائة ضغط وكسب الكرة الثانية اللي هي مرتدة من دفاع النادي سموحة خلينا نمش معاك خطو خطوة عشان نتكلم كرة شوي فمعناها الضغط الجماعي لو عمر أثر في قصة الضغط هنا كانت هتبقى هجمة وعادة لفريق سموحة ولكن عمر السلائة الدور ده ممكن مثلاً المشاهد ما يكونش مركز معه قوي لعمر السلائة لكن لو أنت مركز مع تحركات عمر السلائة في الضغط بص حدك هيبنوا هجمةهم عمر السلائة لولا الضغطة دي لا اتحولت من هجمة لسموحة لضربة ركنية للنادي الأهلي بقت هجمة وعدة للنادي الأهلي أقول لك على معلومة كمان دايماً اللعب المصري تحطي تحت ضغط تلاقيه بيغلق أه طبعاً وده يمكن عمر السلائة مماز بالحتة دي دي كرة تانية برضو دي على فكرة بداية الهدف التاني بص عمر السلائة حضرتك ده في قطع الكراط عمر السلائة مماز قوي هو اللي بدأ الهدم هو اللي قطعها والعيبها تاني لعبد الله السعيد عبد الله السعيد بالعابة ده الهدف التاني اللي هو عادت حوالي سبعة تمريرات طبعاً الكرة دي على كلامك المباراة اللي فاتت دي عمر السلائة تقلع فيها بشكل كبير سواء على مستوى الميس باص كان قليل جداً اللي قطع الكراط يعني بالنسبة للرؤية لعب يعني بصراحة لعب مميز جدا عارف ده معناه ايه لما لعب ياخد عدد من المباريات بتجيله فورمونت مبارات وبيزيد في المستوى اه طبعا دي برضو كرة تانية عمر السلية رجع وعمل التغطية دي الحالة التالتة لعمر السلية يمكن ادوار خفية مهمة جدا 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 لعب الارتكاس بصوا حدوك راجع 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 هو اللي ايه طلع الكرة دي لأ ادوار مهمة جدا يعني انا مش جايب حاجة هجومية لأ انا جايب ايه الادوار الدفاعية بالذات ودوره ودوره في كاس بكار التانية لعمر السلية لعب مهم جدا لعب مميز او بالتمرير الطولي عمر لسه محتاج شوية بس حتة المحاولات على المرمى لو زبطت هيبقى لعب وسط نموذجي عمر السلية لو زبط حتة التزديدات زي ما كانت موجودة في الاسماعيلي لأ عمر السلية بصراحة هيبقى افضل لعب وسط في مصر لو زبط حتة التزديدات كمان كمان انت بتتكلم على حسام عشور حسام عشور في المباراة دي يعني ايه مايسترو قائد فعلا النادي الاهلي في صناية عشور الارتكاز الدفاعي وعمر السلية الارتكاز الهجومي عشور ما بقاش دهو بص حدك ما بقاش دفاعي بس بص حدك الارقام الاكثر تمرير في المباراة يعني اكتر لعب لما سكور حسام عشور مرر الكورة 74 مرة الاكثر تمرير صحيح 72 يعني 72 تمريرة صحيحة من 74 نسبة دقة تمريراته للامام عشور مش بيبازل وراء بس زي ما الناس بتقول لا عشور بقى بالوقت عنده حتة التمرير فعلا نسبة تمريراته الامامة 32% من تمريراته يعني تلت تمريراته الادام ودي حاجة تحترم جدا برضو من ضمن مميزاته انه كان الاكتر في استخلاص الكورات او قطع الكورات 18 مرة ساد الهجم هو من اميز اللعبها في مصر وخبرات عشور عشور لعب عدد دقائي كتير جدا وبقى من كتر الدقائي اللعبها بقى مماز جدا بصوا حداك الكورة دي اهي ادي تمرير طولي بهجم على طول النادي الاهلي فالكورة دي اللي هو الحمودي بس لما كان مركزتها شوية كانت جون دي جاية منين؟ جاية من حسام عشور البداية بتحسب خلقه او صناعة فرص لحسام عشور ادي واحدة تانية لعب على العلي معلول العلي معلول هيلعب على الاجايه بص ادي عشور او هيلعب على العلي معلول اجايها يطع القريبة بدلك دي الكورتين جايين من حسام عشور حسام عشور كمان ما بقاش اللي هو يعني تحتة التمرير الطولي دي تحسب لحسام عشور بامانة فانا شايف صناعية عشور والسلاج يعني صناعية ممتازة جدا يعتبر اكو خط وسط في مصر حاليا عم حمد يمكن طبعا عم حمد يمكن طبعا بتعايز تقول حاجة على حسام عشور محمد بس خليني اكمل حاجة على الاحصائيات اللي انت ورتها لنا من شواء تمام اللي افساد الهجمة مزودها مميز 18 مرة تغيير رتم الفريق حسام عشور بقدر يتحكم في رتم رقم اثنين رقم تلاتة اللي حسام عشور عنده ميزة من وجهة نظري اللعيف في مصر وحيد بلعب الوان تاتش والتو تاتش صح بيتحكم في الفريق بيتحكم في قاع الفريق يعني احنا شايفين مثلا اللعيبة تانية فاندية تانية ما عندهمش حتة التحكم في قاع الفريق ميزة دايما النادي الاهلي ان هو بيبقى عنده يعني انا شايف اسباب النادي الاهلي ليه النادي الاهلي على طول بياخد الدوري ليه لان النادي الاهلي عنده طبعا غير الخبرات غير الكلام ده كفنيا النادي الاهلي الفريق الوحيد في مصر اللي عنده تلاتة ستيشن في الملعب او محطات يعني المحطة الاولى في بناء اللعب لو بصيت وراء مثلا كان موجود احمد حجازي او رامي ربيع او سعد سمير المحطة التانية بيبقى حسام غالي مثلا المحطة التالتة عبدالله السعيد او صالح جمعة مفيش فريق في مصر عنده تلاتة بيبنوا هجمة تلاتة كريتور في الملعب مستحيل تلاها في مصر يعني النادي الزمالك طرق حامد مثلا وتوفيق ما عندهمش حتة بناءة الهجمة حتى اصلا هم عندهم حتة القائد مش موجود ما عندهمش بلاي ميكر في قصة الملعب محمد ابراهيم تصاب كان عندهم بيعمل حتة دي هو واحد بس كالنادي الاهلي عنده تلاتة ستيشن دي مش موجودة في فريق في مصر النادي المصري مثلا ما عندهش غير فريد شاوي واحمد كابوريا ما عادش بيلعب النادي الاسماعيل برضو مفوش الكلام ده عنده حتة ابراهيم حسن بس فريق الواحد في مصر اللي عنده تلاتة ستيشن او تلاتة محطة في بناء اللعب زي مثلا ريال مدريد عنده ريال مدريد نزل الشوث الثاني الحمد لله الحمد لله طيب كنت بتنام على عبدالله السعيد عبدالله السعيد طبعا قدم مباراة كبيرة جدا يمكن عبدالله بقاله فترة وبدأ يستعيد مستوى بعد ما رجع من الاجازة طبعا عبدالله مميز دايما بحتة التمريرات الطولية كل كورة بتلاقيها حتى لو هو ممكن ميكونش سريع شوية ولكن مسته في التمرير الطولي بجون على طول دي ميزة عبدالله السعيد طبعا لا غنى عنه سواء في الاهلي او في منتخب مصر لعب هو يمكن تسعين دقيقة طبعا عمل أسست صنع تلت فرص غير الأسست صنع تلت فرص نسبة دك التمريراته الكثيرة عالية جدا ستة وتسعين في المية عدد التمريراته الطولية يعني التمرير الطولي عشرة ده برضو رقم كبير جدا بيأكد ان اللعب ده عنده رؤية لعب اللي هو بيعملك التمرير الطولي بمسافة كبيرة جدا اللي برضو أربع مرات عمل أربع عرضيات رح عجون مرتين محاولتين فدي أرقام يعني أرقام مميزة برضو لعبد الله السعيد وعبد الله السعيد للأمانة يعني واحد من أفضل اللعبة في مصر واللي لم يكن الأفضل طيب كنت بتامل بتقول لي في الأول كده قلت جملة مش عايزة عدية كده هشام محمد اه طبعا الأهلي عيستفيد منه في ايه هشام محمد انا بعتبره حاليا هو في الموسم اللي فات ده لو هتقل أي محلل رياضي في مصر تجي تقول له مين أفضل ارتكاس في مصر في الموسم اللي فات وعشام محمد ليه عشام محمد أولا لعب بجوكر بتلات مهام بمعنى أنا كابتن حسان طبعا كان لازم يأيده في قائمة أفريقيا ليه لعب أولا لازم يلعب يعني بيلعب في تلات أماكن افرد عشول لقدر الله تصاب وحمد فاتحي انت عايز تستخدمه كباكي مين ممكن يلعب كهولدنج متفلدر لعب كتع كرات افرد عمر السلالة لقدر الله تصاب أو مثلا إقاف مثلا مش شرط إصابة هيلعب مين مكانه هشام محمد عنده حتة البوكس تو بوكس وعلى فكرة هشام محمد يعني لعب كمان عنده خبرة النادي الأهلي ولعب متربي ويمكن رقم أربعة يعني بعد مثلا إكرامي وبعد عشور وبعد متعب رقم أربعة هو هشام محمد فهو أصلا كابتن من يعني من أبناء النادي الأهلي فعنده حتة الخبرة وعنده حتة الشخصية بتاعت النادي الأهلي وعنده حتة القيادة ودي مهمة اللعب مش حقيقي مش حقيقي مش محتاج وقتا أنه ينسجم دي نقطة مهمة جدا وبتفرق مع أي لعب عكس مثلا ما تجيب لعب منبرأ أو أي لعب تاني لا ده ابن من النادي الأهلي النقطة التالتة النهشام أصلا مركزه الأصل بلاي ميكر يعني ممكن لو عبدالله السعيد أو مثلا حبيت عبدالله لقدر الله موقوف وصالح جمع حبيت تستخدمه وراء وتلعب بتلاتة اتكاز قدام الترابي وعندك حل من الحلول فده لعب اللي بلعب لك في تلاتة أماكن ده هجومية وانت بتشوفه السنة اللي فاتت مع فريق مصر ده اللي هتبينه الأرقام اللي هنعرضها عدد المحاولات على المرمى يعني لو عملنا بقى امكرنا ما بين هشام محمد وحسام غالي يعني هشام محمد طبعا لا شكل لحسام غالي برده لا هشام محمد طبعا طبعا لليه شخصية الأهلي عيفتكه طبعا طبعا حسام غالي طبعا نقائد كبير وواحد يعني من أعظم الناس المسكت شرط الكيادة يعني في النادي الأهلي طبعا ولكن الأرقام طبعا بنأكد للناس ان هشام محمد ان شاء الله يكون خير خليفة لحسام غالي الناس اللي هتطالع وتتطمن عن نادي الأهلي بص حضرك السن طبعا حسام غالي 36 هشام محمد 27 سنة عدد الدقائق اللي لعب حسام غالي 1444 لكن هشام محمد لعب 2405 بالنسبة للأهداف هشام جاب جون حسام غالي ما جابش هشام محمد عمل 3 أسست يعني الملخص الأرقام دي عشان الناس بس تركز في أرقام معينة بالنسبة للإستلام الكورة اللعب اللي هو المحطة اللي ستيشن اللي لسه كنت بتكلم عليها محطة زي حسام غالي بالزبط مستلم الكورة 1991 طبعا حشام أعلى فدي بتأكد ان دي الأهلي اللي لسه كنت بتقول حضرتك الفريق الوحيد في مصر اللي عنده ثلاثة ستيشن في الملعب ومعنى فيه شخصية دكاتل حسام كمان طبعا السنة الجن هو يعمل أربعة ستيشن بمعنى إيه انت عندك سعد سمير عندك السلية والشام محمد وصالح جمعة لو لعبت بالأربعة دول الأربعة اللي أربعة عندهم حتة البناء الهجمة فأنت عندك أربعة بيبنوا هجمة دي مش موجودة في أي فريق مصر مستحيل طبعا بالنسبة القطع التمريرات هشام محمد قطع الكورة 64 مرة أعلى من غالي بالنسبة الاستخلاص الكورات برضو أعلى من حسام غالي بالنسبة لفقد الكورة اللي اتنين زي بعض عدد المحاولات على المرمى اللحظات كنت بتتكلم عليه حسام غالي عمل تسع محاولات هشام محمد عمل كان محاولة 47 وده رقم بيأكد إنه هشام محمد برضو عنده ميزة البليميكر عنده حتة الزيادة الأدام وده نقطة بنطمن جمالي النادي الآله إن إن شاء الله هشام محمد هيكون خير خليفة لحسام غالي سواء من ناحية القيادة سواء من ناحية إنه عنده شخصية النادي الآله سواء إنه كمان بيلعب في كذا مركز هشام يعني كابتن هاب جاليل كان بيستخدمه إنه ينزل كهولدنج متفلدر وده وده قدام شواء بوكس تو بوكس ينزل يبني حتة عنده حتة التمرير الطولي دايما لحمد الشيخ طيب من ضمن الحاجات اللي عايز تتكلم فيها الحالات بتاعة مباراة السموحة والنادي الآهلي بالنسبة للأجاهي ده أجاهي ده يعني أنا بصراحة شايف إنه أجاهي حاليا أفضل مواجن في النادي الأهلي ما ينفحش يخرج من البوكس بمعنى دلوقتي لما بيلعب جناح بيفكت خطورته تماما بأمانة يعني كابتن حسان بيعتمد عليه لو خد نبانا أحسن مرشات لعبة لأهلي السموحة كان ماتش الزمالك ماتش اللي فات بتاع سموحة ماتش الوداد في القاهرة ماتش الاتحاد الدور الأول لو حداك ركزت في كل المباراة دي هتلاقي اللي كان بيلعب مهاجم وأجايه ليه؟ لأن أجايه عنده حتة المهاجم الوهمي بينفس فكري كابتن حسان بالنص اللي هو إيه اللي هو يعني أجايه بينزل يسقط دايما محطة ينزل يسقط ويلعب لعبد الله وتلاقيه متحرك دي نقطة مهمة جدا ويفتح اللعب على الأطراف المهاجم الوهمي أحسن أنك واحد كمان من الأطراف سواء أوليد أو مؤمن أو طبعا يعني أنا بحس لما أجايه بيلعب مهاجم وهمي بحسن أنه دي الأهلي بيلعب تيكي طاقة بأمانة شديدا بيلعب بطريقة لعبة برشلونة اللي هي 2007 أيام ميس لما كان بيلعب مهاجم وهمي بينزل يسقط لتحت ويفتح مساحات دي نقطة مهمة جدا غير إن أجايه عنده ميزة فيه بيجيب أهداف خيالية يعني بيجيب أهداف معلم لعيب زكي ولعيب فعلا معكاري كلمنا عنه من شواء مع كابتر ربيع ياسين الهدف اللي هو ده نادي الزمالك كان هدف أكثر من رائع أكثر من رائع اللي هو الهدف في نادي الزمالك وله الهدف ده برضو رائع لعمود لعبهالو أهداف بصراحة يعني أجايه يعتبر حاليا أنا شايفه ميخرجش برا الصندوق أجايه لعيب مهمة في المباراة دي على فكرة صنع هدف هو كان رجل المباراة أجايه عشان يديله حقه أجايه رجل المباراة ده الجون اللي حدق كنت بتتكلم عليه طبعا ستلم وثبت الوينش وحطاه في البعيدة هدف عالمي فنش خيالي معلم معلم يعني لعيب بصراحة ما شاء الله عليه يعني وإفادة وقوية جدا ضربة قوية جدا لنيدي الآلي طيب أنت كنت عايز جاهز ايه كمان بالنسبة بقى للمصري اه طيب بالنسبة للمصري عايزة عشان الوقت نتكلم على طريقة اللعب الجديدة بتاع الكابتن حسام حسن هو غير طيب يتلعبه اه كابتن حسام يمكن في المباراة الأخيرة ده يمكن الطرقة الجديدة هو دايما بلعب اربعة اتنين تلاتة واحد في المباراة الأخيرة بقى بيعمل ايه كابتن حسام طبعا فكره محترم جدا يعني مع الناد المصري اربعة اربعة واحد واحد بمعنى ايه دلوقتي الواحد اللي هو تحت الفروت ده اللي هو الاس اس الساكن سترايكر ده اللي بيجي من تحت هو احمد جمعة ايه دور احمد جمعة ده اللي هو يعني هو بلعب اربعة لو قلنا التشكيل مثلا بوسكة في اليمين كريم العراقي اتنين ارتكاز اسلام صلاح و احمد ايمان منصور اتنين قصد قلبين دفاع محمد حمدي بك شمال اتنين في النص عمرو موسى و فريد شوقي عبدالله جمعة مثلا ناحية الشمال و محمد الشام ناحية اليمين و احمد جمعة بيسقط تحت اسلام عطية دحك على نادي الزمالك ازاي هو على الورق كابتن طريحي عارف ان احمد جمعة راس حربة و عارف ان اسلام عطية بيجي من تحت مش متوقع خالص ان احمد جمعة هو اللي ايه جاي من وسط الملعب احمد جمعة انا شايفه عمل اهم مدور في العاية النادر المصري مهمة اللي انت بتقولها بالنسب اهم مدور اهو بص حدك الخريطة الحرارية بقى بص دي الخريطة اللي هي بتبين دي من نالا عن موقع كوراستاتيكس عشان ياخد حقهم برضه الخريطة الحرارية بتاعت المصري 15 ده و 37 الاتنين اللي قدام خالص 15 ده احمد جمعة اللي قدام 37 ده اللي هو مين اسلام عطية دايما احمد جمعة ينزل يسقط ويفتح مساح يسحب الوينش يضحك على الوينش يقول له تعالها معايا تعالها معايا وينش ويسيب مساحة وراه فاضية يوم اسلام عطية يستغل لها دي اللعبة الاولانية الدور التاني اللي بيعملوا احمد جمعة وهو الضغط على طريق حامد طريق حامد في الماتش ده اصلا كان ضايع بسبب ضغط احمد جمعة مش لسبب ان هو وحش احمد جمعة لعيب قوي جدا لعيب من افضل المهاجمين في مصر حاليا لعيب رزل بلغة الكورة لعيب بيعمل ضغط عالي يعني مميز جدا في حتة الضغط كان هو كابتن حسام ايه له يعني خليك منتو من مع طريق حامد طب لما يعمل منتو من مع طريق حامد ايه اللي بيحصل زود واحد في وسط الملعب مع فرقيته اللعيب لما بتضغطه مش هيطلع الكورة سليمة ايوه هي دي النقطة المهمة الزمالك ما كانش بيحضر نوع هاجمة من تحت ليه لان هو بيعتمده دايما ان طريق حامد بيعمل التمرير الطولي كابتن حسام زاكر صح قالك طريق حامد ده معدل تمرير الطولي بتاعه عالي جدا طب انا هعمل ايه اضغط على طريق حامد ده وافست حتة التمرير الطولي بتاعتهم خلهمش يبنوا الكورة من تحت وخلي الوينش والاتنين المساكين اللي ورا اللي هو الوينش وعلي جابر يعملوا التمرير الطولي كان كله بيطلع في القاوت لو بصنا على الحلقة الفنية في الفيديو ياريت نعرض الفيديو الاولاني بص حضرتك اهو قدت ضغط العالي بسبب بص وقف وقف ثانية لا ماشي ماشي نرجع نرجع ماشي رجع رجع أيه بس وقف هنا بص حضرتك طريق حامد اللي في نص الملعب ده احمد جمعة مسكو منتومان فعلي جابر هيجي يدور عايز يلعبها للطريق حامد هيتطر يلعب الكورة الطويلة الكورة الطويلة المشي بقى يا جماعة الفريق اللي عايز يكسب لازم يجاهز كورة ويجاهز زاد اه طبعا ايه طبعا ماشي كده ماشي يا جماعة ماشي 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 عادي هنبص اللي علي جابر بيدور مش هيلعبها مثلا الوينش بص هذك الوينش هيلعبها فين اي كلام فقدل سابت مع طريق حامد ده الدور اللي هو اسلام عطيه يبقى خلينا نشرح للاستاذ المشاهدين وكابتن حسام كمان يبقى سمعنا اللي عمله المصر المباراة دي احمد جمعة على الورق اللي هو راس حربة لكن لا كان بينزل مع طريق حامد لشان الزمالك ما يجاهز بلعب كا ساكند سترايكر بلعب اس اس بيجي من تاها طريق احمد جمعة تحت اهو مكلف باركابة اللعب طريق حامد ليه عشان امنع انه هو ممكن يكون مثلا في النادي الاهل هيلعب على حسام عطيه وبقى الرس حربة صريح هو اسلام عطيه اسلام عطيه عشان كده حاكدلك بالحلات انا جاب معي خمس حلات نمشي حالة تانية الحالة تانية اهي بص حضرتك هتلاقي برضو اه دي اهو هنيجي مباوز هنلاقي بص هو دي طريق حامد هقول مع الكورة فبص مين اللي ضغط عليه احمد جمع احمد جمع بص الكرة دي بدل اما تبني هاجمة لنادي الزمالك احمد جمع هو رغم النيبان اللي قدام الناس ان احمد جمع اصلا اعمالش ماتش حلو عشان ضيع كورتين ثلاثة ولكن دور التكتيك دور التكتيك في الملعب مهم جدا الله يناور عليك دور التكتيك دي لقطة تانية بص حضرتك ادي هحارس الزمالك الشينا و هيلعب هتلاقي طريق حامد وايو احمد جمع مع طريق حامد هو بس نجيب عشان الحتة دي نبايا للناس ان هو اخذ حتى في الضربة السابتة تلعب من تمام معاه فدي دور مهم جدا لأحمد جمع بدل اما كان بيلعب راس حربة لا ده بقى بيلعب تحت وحتى في الخريطة الحرية بيانتها نرجع اللقطة دي سوانا جماعة اللي تبرير الطول ايوة بس بص حضرتك في الكرة دي احمد جمع نوقف احمد جمع نازل تحت بيسحب معا الوينش بيتحك على الوينش نازل بتحت عشان مين اسلام عطية يتحرك في المساحات دي الحتة اللي انا كلمت عليها احمد جمع نازل تحت كرة لعب التمرير طولي في ظهر المساحات اسلام عطية اسلام عطية ده برضو لقدم شوت رغم النوع عنده حوالي 18 سنة اول مباراة تحسب لكابتن حسان بامانة يعني النوع بيدفع دايما باللعب الشباب فاسلام عطية بص هذه كرة تانية بص سواني نوقف الكرة ديت عشان الناس تكون فهمة احمد جمع بينزل كمحطة يعني الدور التاني للاحمد جمع بينزل كمحطة يلعب يفوز بالالتحامي الهوائي ويتحرك في دار ويتحرك في دار بص حضرتك الكرة هذه احمد جمع نازل نازل على طريق حامد بياخد منه للالتحامي الهوائي بتتلعب بيبني هجمة في الطرف لمحمد الشامي طيب هسألك سؤال فني مش عادي انت بقى تقرأه ولا لا النقطة اللي عايز اتكلم فيها النهاردة نادي المصري عنده مشكلة كبيرة بزي نادي الأهلي يعني نادي الأهلي عنده وفرعة دي المصري الأهلي مش مستغل لصفقات وكذلك الصفقات كلها وباع العيبة كتير فده كان مضطر اللي يعمل كده ولا لأ فبالنسبة للمصري هو مضطر يعمل كده هو كمان يمكن هو عنده كابوريا بلعب الحتة دي بسهو في حاجة في موضوع كابوريا عشان رايح الزمالك أو هو يعني في حاجة لكن هو بالنسبة له كلاعب تاني يلعب الدور ده ممكن كابوريا كما ما بيلعبوش حتى ما نزلوش ما بيلعبوش خالص فهو بدأ يفكر ان أنا استخدم محمد جمعة في الدور ده وإسلام عطيه يتوغل في المساحات دي يعني فيه نقطة كمان مهمة في النادي المصري محمد الشامي محمد الشامي أنا بصراحة يعني لعب مميز جدا يعني أنا يعني هو في النادي ويوقع لنادي الزمالك كنت أتمنى بصراحة أشوفه في النادي الأهلي لأنه لعب مميز جدا عنده تحجيب مين ولا مين نقطة أنا كنت أتمنى بسهو يعني عنده حتة التحرك بدون كورة وعنده اللي هو ممكن يكون بديل مؤمن زكريا ناحية الشمال اللي هي مثلا بيلعب برجله اليمين بيلعب برجله اليمين احنا محتاجين برضو واحد بيلعب برجله اليمين في تحت الأجنحة فيه لعب كتير جدا بس أنا برضو محتاجين واحد بيلعب برجله اليمين يعني بصراحة بس محمد الشامي لعب مميز جدا وكل مصدر برضو خطورة النادي المصري في المطش ده كل كورة وهجمة للنادي المصري جامل لعب ده اللعب ده يمكن لو عرضنا حتى أخي اللقطة هتلاقي الكورة هو بيتحرك دايما بيتحك على الباك اليمين. كابتن حسام يعني أنا أتوقع أنه هو هيلعب على المساحات اللي وراء علي معلول وإحمد فاتحي. هو دايما لما يجي لعب النادي الأهلي بيحاول يستغل المساحات دي. يحاول مثلا هو بيضغط ضغط علي ويلعب التمرير الطولي بيستغل تحرك محمد الشامي. لو نفتكر المباراة الدوري التاني لو جدنا حتى هدف النادي المصري في النادي الأهلي مباراة الدوري التاني اللي هي واحد واحد محمد الشامي تحرك من وراء أعتقد كان محمد هاني أو باسم علي حد فيهم كان تحرك من وراء وقطع ولعبها تسقيطة. هو دايما عشان أأكد على معلومتك أو نشرحها بشكل أكتر اللي هو بيستغل محمد الشامي في المساحات الفاضية اللي في دهر الطرف اللي بيلعب عليها. أهي. بص حدثك محمد الشامي قطعت زي من وراء محمد هاني. دي دايما الكرة اللي بيلعب. يعني النادي المصري دايما بيلعب عليها أو كابتن حسام. ده فكره دايما لما يجي اللعب النادي الأهلي. فلازم طبعا أحمد فاتحي يكون حذر من طبعا من ماضي. طبعا عايزي سألك في النقطة برضو فنان تباعة المباراة كويس بترصد معلومات دي لكابتن حسام المدري أو للجماهية دايما في الدوري العام المصر كان ليه طريقة لعبة واحدة والضغط على كل قبل الأهلي كده قبل الزمانك قبل المقاس ما غيرش عشان كده تلاقيه دايما ما بيتعدلش. هيخسر هيكسب. طبعا. المباراة الأخيرة دي. السياسة تغيرت ولا لا؟ دغت من قدام ولا ما دغتش. بالنسبة أنا بتكلم كطرية لعبة تغيرت لكن كفكر كابتن حسام ما تغيرش اللي هو الفكر إيه إن أنا بضغط ضغط عالي هيلعب برضو قدام النادي الأهلي وقدام نادي الزمالك فكر كابتن حسام ما بيتغيرش. ضغط عالي لازم أضغط أمنع النادي الأهلي أو نادي الزمالك إن هم يحضروا الهجمة من تحت معروف رتم على طول عالي. ودايما عشان تلاعب كابتن حسام حسن لازم تكون بتضغط ضغط عالي طول الماتش كابتن حسام عمل حاجة حلوة جدا في المباراة اللي هي إيه؟ الأولانية بتاعت مروان محسن. عمل إيه كابتن حسام؟ دايما النادي المصري عنده لعبة مشهورة جدا أو كابتن حسام. أحمد دايما منصور بيبني الهجمة من تحت. يعني هي المباراة دي. مروان محسن لعب مان تومان زي مع عمل حسام حسن مع الزمالك. عمل كابتن حسام البدري مع كابتن حسام حسن في المباراة دي. مروان محسن مفسد لهجمات المصري من تحت من تحت. كان بيرجع معه معه دايما يضغط عليه. فأنا أعتقد برضو كابتن حسام يعمل كده. حيمنع أحمد دايما منصور لأنه دايما مميز بحطة التمرير الطولي. دايما عنده حطة التمرير الطولي فدي نقطة مهمة جدا يعني بص حدك ده المباراة اللي هي مرام محسن كان عامل دور بفاعل مهمة جدا هو المصري بيلعب أربعة أربعة واحد واحد دايما محمد حمدي بيفتح دايما تلاقيه منطلق تحس انه جناح واخد حرية فريد شوي لو عرضنا الخريطة الحرية يا جماعة اللي هي الخريطة التحركات بص حضرتك على الخريطة الحرية اللي هو بتاعت محمد حمدي أماكن تحركه فين قدام الزمالك هتلاقي محمد حمدي في التلت الهجوم تحس انه جناح ودايما فريد شوي يجي وراه يغطيه هقولك ليه لان ما ينفعش العيد طرف بيروح يعمل الهجمة وترجعه المسابة دي كلها بعد ربع ساعة يخلص منك فده التحرك الصح اللي الديفندر راح يقف المكان بص حضرتك رقم 19 اللي على الشمال ده خالص محمد حمدي بص فين في نص الملعب هو الوحيد اللي متقدم فدي المساحة برضو بيسيب مساحة كبيرة وراه احمد حمدي لو لعب وراه دي دقاء صغرة صغرة طبعا انا شايف ان المساحات اللي وراه الطرفين الزاهرين عمد النادي المصري دي صغرة كبيرة جدا يعني احمد حمدي او اللي لعب مسلا النحا التانية مؤمن او لعب وليس كلمان بس اقولك الحاجة بالتقريط اللعب اللي بلعب بها كابتن حسين تلاتة تحت او قدام اللي اتنين قريدي هيجبره لأي طرف لازم يرجع لا بس محمد حمدي بالذات بيطير بيديله مساحة يعني ممكن الكريم العراقي اللي هو يمين يعني ما بيتقدمش اقول لانه لعب صغير اه لسه خبراته ولا يلة فتلاقيه خايف شوية لكن محمد حمدي ما شاء الله عمل نوعه ناعي اه وبعدين الميزة كمان ان عبدالله جمعة بيعمل نفس اللي بيعمله وليد سليمان في المباراة الاخيرة مع علي معلول وليد سليمان تلاقيه قاطع وعلي معلول بيعمل الأوفرلاب من وراه اللي بيحصل برضو في النهاد المصري نفس الكلام عبدالله جمعة بيقوم قاطع وتلاقيه مين محمد حمدي بيجر وراه محمد حمدي لما بيتقدم بيسيب مساحة كبيرة جدا وراه دي اعتقد حمودي لو في حالته اعتقد ان حمودي ممكن يكون يعني رجل المباراة في المباراة دي لو حمودي في حالته لان محمد حمدي يعني حتى احمد الشيخ في المباراة المصري والمقصة اتعب جدا محمد حمدي دايما بيتقدم وبيسيب مساحة وراه دي نقطة مهمة جدا معاك حاجة تانية مجالزنا ولا كده خلاص لا معنا طبعا يعني بقيت نوقات قوة النادر المصري ممكن احنا اتكلمنا على رقم واحد على اللي قلنا احمد جمعة والدور اللي بيعملوا به رقم اتنين قلنا محمد الشامي رقم تلاتة قلنا احمد ايمان منصور ودوره في تحديل الهجمة رقم اربعة والنقطة المهمة جدا اللاعب فريد شاوي فريد شاوي واحد من افضل الديفندرات في مصر بيمزل مجود كثير باور وطاقة في وسط الملعب طبعا يعني انا شايف بالنسبالي يعني بالنسبالي شايف ان مثلا حسام عشور عمر السلية في النادي الاهلي والشام محمد مثلا لما كان في المقصة رقم اربعة ييجي وراما على طول فريد شاوي بامانة دول الاربعة المميزين طول الموسم فريد شاوي لعيب برضو معدل الوركريت بتوعلي جدا عامل زي مثلا اكرم توفيق كده لعيب جرائي جدا لعيب ريزل لعيب بيعمل فاولات تكتيكية كتير جدا في الملعب بلغة الكورة عشان بيضعف الكورة بيضعف الكورة اه طبعا بلغة الكورة يعني فريد شاوي لعيب مميز وممكن واستحق كمان مع الايام ان هو يروح منتخب مصر يعني وبعدين ضره مهم جدا في حتة بناء الهجمة تلاقي اكتر لاعب بيعمل تمريرات في النادي المصري زي ما قلنا حسام عشور الناحية التانية فريد شاوي وعنده حتة بناء الهجمة دي نقطة مهمة جدا وبعدين ضره الخافي ان هو بيروح يغطي وراء محمد حمدي دي نقطة مهمة جدا ففريد شاوي انا شايف طول ان انت بتضغط على لاعب فريد شاوي تمنع يعني المحطة التانية الاستيشان التانية زي ما قلنا في النادي الاهلي المحطة اللي قلنا هي احمد عيب المنصور الاستيشان التانية هو فريد شاوي دول النقطتين طبعا لو ضغطت عليهم بضغط عالي سواء فريد شاوي احمد عيب المنصور هتمنع الندي المصري من هو طبعا يحضر هجمة وده نقطة مهمة جدا الحاجة اللي أنا عايز أقولها بحييك عليها الفكرة اللي اتغيرت في مبارات الزمالك المصري أمام الزمالك إن أحمد جمع بالنسبة للمفيش أوراق كتير هو بينزل في قصة الملع عشان يعمل واجب الدفاعي وعشان يفسد الهجمة اللي حد يحضر الهجمة وعشان يتحك على الوينش وده انت يقول لكابت الحسامي يخلي باله هو برضو هيعمل كده هيحاول إنه هو أحمد جمع لأنه هو لسه فكره محدش فهمه يعني حتى في الاستوديات التحليلية محدش كان بيتكلم إن المصري بيلعب 4-4-1-1 بأمانة شديدة فهو لسه برضو ممكن يكون هيجرب الترية دي إننا أحمد جمع عايز إنه هو يسحب لتحته وينزل لتحت بحيث إنه هو يسحب محمد نجيب هيقول له خد محمد نجيب معك وفض المساحة اللي مابين نجيب ومعلول كريم العلاقة يجري فيها أعتقد إنه ده هيبقى فكر كابتن حسام إنه هو هيقول له محمد نجيب إسحابه لتحت يا أحمد يا جمع طبعا كمحطة ويفض المساحة اللي مابين معلول أو العكس زي ما هو مثلا عمالة مباراة الأهل من مصر إما شفناه يسحب مثلا رامي ربيعة ويلعب في المساحة اللي مابين أحمد فتح ورامي ربيعة طيب الوقت يجري معاك بنشكرك جدا جدا دكتور أحمد على المعلومات القائمة ودايما بترصد حاجات كويسة تفيد النادي الأهلي سواء إجابيات عند النادي الأهلي وسلبيات وسواء عند المنافس إجابيات وسلبيات تشرفتني ونورتني وبابقى سعيد بلقاءك دايما دكتور أنا ألا أسعد وشكر الله حداك على استضافة مشكرك شكرا جزيلا شعرنا النهاردة في الحلقة كان الكاسي أهلي إن شاء الله بعد غياب عشر سنوات لعبت النادي الأهلي والجهاز الفني أدهوا إدود بازلنا مشينا في مشوار محترم وصلنا عن جدارة المبارات المائية عندنا ثقة كاملة في الجهاز الفني واللعبين وأكيد هختم زي كل يوم المجد كل المجد اللي شهداء النادي الأهلي تصبحها الألف خير وروح الفنلة الحمرة أو أتنسوها